اللي مش فاهم دور الرعاية كويس احنا كان عندنا مش حملة لا سلسلة حملات متعلقة بدور الايتام والرعاية على اعتبار انها منظمات وجمعيات انسانية العمل الانساني فيها هو الهدف الاساسي ادماج الايتام وادماج اصحاب المشاكل الخاصة الذين لازم بلهم فيها ادماجهم في المجتمع هو ده الهدف وما فيش هدف تاني واللي يفشل في تحقيق هذا الهدف يبقى لا يستحق انه يعمل نظر ايتام ولا جمعية يتم استغلال فيها الايتام وزوي الاحتياجات يتم استغلالهم للكسب المادي تخيلوا نوصل لهذه الحالة وكمان يتم تعذبهم واتهدهم زي الحالة اللي حنشوفها اللي اثارت جدلا شديدا واستدعت تدخل وزارة التضامن الاجتماعي وهي متعلقة بتعذيب شاب من متحدي الاعاقة في دور رعاية معاملة غير انسانية ووقائع عنف وتعذيب يتعرض لها الايتام باحدى الدور التابعة لجمعية خيرية بالدقهلية بلغت اقصاها مع احد هؤلاء الايتام حين قام احد المشرفين بتعريته وتقييده والتعدي عليه بالضرب المبرح والتركه على تلك الحالة حتى صباح اليوم التالي احمد عبد الله عنده سبعة تشار سنة في موشة دربه وام جاي موشة شتموه بالام فاعم جاي جايبه وام جاي معلقه وابعدين كده يضرب فيه بالغرازان لغاية ما شجب دمه كله فاواق رابطه في العمود وقعد يضرب فيه وبعدهم مخلص قفل على الصفاح لقفل عليه ويجعله وقف مغري الرئباغ قفل عليه الأوضا اه انه dungeons عفل عليه وأوضا قف مغري الرئباغ ولا أكل ولا شوق ولا أي حاجة للغاية الصل لا حاجة للصوم ساعة كامل الساعة كان من العيشة تقريباً لحاجة للصوم أنا قابلته في نفس اليوم اللي هو طفش فيه من البين طفش من كتر التعذيب اللي هو كان بيأخذ ممن كترش هتهمل أم اللي هو كان بيتشتمه المهم لقيته ماشي ومش قادر يماشي وبطبطب على ظهره بقوله في ايه مالك بيقول لي ظهري بيوجعني وبورله ظهره يعني مفيش مفيش حاجة في ظهره سليمي وده كلهم جوا بتعذبك بالشكل ده اكترهم يعني بيتضربوا وبيتشتموا بالام وحاجات فضائعة بيقولولي بس انا مبرداش اعمل حاجة معه اعمل لهم ايه انا بره الظهر طبعا زي ما بقول لكم الضرب والتعذيب والاهانة في دور الهدف منها هي اشعار كل من فيها على انه ما عندوش مشكلة انه زيه زي اي حد انه ما لوش ذنب في انه في هذه الدار انه ما يشعرش حتى انه مختلف عن اي مواطن تاني يدمجه في الحياة ينشئ له مستقبلا يفتح له ابواب الامل والمستقبل مش يعذبه ويدربه شوفه شوفه الجلد على ظهر وده يعني شاب من متحد الاعاقة يعني 16 سنة يعني عندو اه ظروف صحية ونفسية واجتماعية ما لوش زنب فيها كل واحد كان يمكن انه يولد اه في ظروف مماثلة يعني انت ما بتختارش لبقتك ولا اه كيف ولدت يعني ومهمة المجتمع هو ادماج ادماجهم في المجتمع للأسف الشديد كل حالة بنقعد نقول تاني محتاجين منظومة اكثر انسانية وعدالة في التعامل مع الايتام والتعامل مع اه الحالات اللي لازم بلها في انها اه ولدت بلا عائلة وبلا اسرة ووجدت نفسها في دور ايتام يجب ان تلعب دور العائلة ودور الاسرة لكن للأسف الشديد معظمهم او بعضهم الهدف عندو انه ازاي يجمع اموالا ويتكسب منهم ويعملهم بقى معاملة في منتهى الاهانة بالاضافة للجوء لكل وسائل الاعتداءات بدنية ونفسية اختفاء